بسم الله الرحمن الرحيم جماهير النادي الأهل العظيمة في كل مكان مباراة تاريخية اليوم نهائي بطولة دورة الأبطال الدولية رقم 54 اللي بتقام على صالة السوبر نوفا في مدينة دبوج البوسنية أجواء أوروبية مبين النادي الأهلي عملاق أفريقيا أكثر الأندية حصولا على الدولي المصري بطل السوبر الأفريقي ممثل أفريقيا في بطولة السوبر جلوب والعملاق الأسباني الأوروبي بارشلونا مباراة تاريخية بتنقلها لحضراتكم قناة الأهلي لجماهير الأهلي العظيمة في كل مكان وصل النادي الأهلي للمباراة النهائية بعد أن تصدر المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط بعد الفوز على يوروفارب المكدوني 34-23 والتعادل مع مومبلييل فرنسي 25-25 والفوز على أسلوجا البوسني 50-26 في المباراة الثالثة احتل النادي الأهلي صدارة المجموعة على الجانب الآخر العملاق الأسباني بارشلونا وصل بارشلونا للمباراة النهائية بعد الفوز على فويفودينا السربي بفارق عشر أهداف 39-29 في المباراة الثانية تفاوك على كرواتيا زغرب 31-25 في المباراة الثالثة تفاوك على سلجي البوسني 36-28 بطولة قوية جدا أجواء أوروبية مباراة تاريخية النادي الأهلي في النهائي للموسم الثاني على التوالي بيدخل النادي الأهلي المباراة وهو حامل للاقب البطولة دورة الأبطال الدولية الودية رقم 54 النسخة رقم 54 اللي بتقام في مدينة بوبوش بصالة السوبر نوفا بالبوشنة بيمثل النادي الأهلي اليوم الوافد الجديد اللي قدم أوراق اعتماده زي ما شفنا حضراتكم في المباراة السابقة قبل السابقة مع مومبلييل فرنسي اللاعب رقم 2 نبيل شريف القادم من نادي الشمس في صفقة انتقال موليد 2001 رقم 5 محصر رمضان اللاعب رقم 9 اسلام رادي اللاعب رقم 10 في مركز عبد الرحمن فصل عبد العزيز إهاب زيزو رقم 11 محمود عبد العزيز جدو رقم 15 لعب موليد 2002 أحد لعبي منتخب مصر موليد 2002 حارس المرمة المتقلق عبد الرحمن طاها رقم 16 سنتر هاف أحمد خيري رقم 17 وينجرايت عمر سامي رقم 19 صخرة الدفاع المصنف عالميا من أفضل مدافع العالم إبراهيم المصري كابتانو النادي الأهلي هذا الموسم العائد من الإصابة محمد لاشين الوينجرا الباكرايت عفوا الوافد الجديد للنادي سموحة محمد ماجدي رقم 62 ياسر سيف رقم 72 قادي الجهاز الفني للنادي الأهلي مستر ديفيد ديفيز ومحمد إبراهيم ومستر فينيو لوزرت مدرب حراس المرمة ابن مومبليه وأخصائي العلاج الطبيعي الدكتور عمر يوري دكتور عمر يوري لدور كبير جدا جدا في إعداد فريق النادي الأهلي تجربة جديدة بيخدها النادي الأهلي مع جهاز فني وإداري محترف مشروع كبير بيقوم به النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي مع الكابتن خالد العاودي مدير النشاط الرياضي مشروع لفريق عملاق لكورة اليد يحصد جميع البطولات على مدار الموسم نرجع لتشكيلة النادي الأهلي أحمد هشام سيسا رقم 79 الدبابة أحمد عادل رقم 80 محمد إبراهيم حارس المرمى رقم 97 والمتعلق عمر خالد كستيلو الوينجرايت رقم 98 بيمثل فريق برشلونة اليوم بول فاليرا جونسان كريسبو والخطير العملاق دي كاميم رقم 10 رقم 11 جيمي قليجو رقم 12 نيلسن رقم 15 الخطير هامبوس رقم 18 جانيتش رقم 19 تيموثي رقم 20 جوميز أليكس رقم 22 بيتروس عفوا رقم 23 أوريال رقم 37 هانييل رقم 40 مانويل أورتيجا 82 لويس فريد رقم 66 ميلفين ريتشاردسون رقم 99 خفير رودريغو المدير الفني لفريق بارشلونة المخضرم كارلوس أورتيجا بيساعده جوردي راشل حكام مباراة اليوم طاقم التحكيم المكدوني بقيادة ناشفزكي ونيكولوف سلاف طاقم التحكيم المكدوني هو نفس طاقم التحكيم اللي حكم مباراة النادي الأهلي ومومبليير الفرنسي في المجموعة فريق بارشلونة الأسباني بطل أوروبا وأقصر الأندية حصولا على بطولة الدور الأسباني بتلاتين لقب أقصر الأندية على مستوى أوروبا تحقيقا للبطولات بـ 11 بطولة في 11 مناسبة هذه تشكيل بارشلونة أمام حضراتكم على الشاشة وأدي الاحتفالات بختام البطولة بطولة دورة الأبطال الدولية رقم 54 اللي بتقام على صالة السوبر نوفا بـ مدينة دوبوج البوسنية وادي تشكيل لعبي بارشلونة رقم 10 دي كميم رقم 6 بول فاليرا وحارس المرمة العملاق بيريس جونزالو وصل بارشلونة للمباراة النهائية اللي أمام حضراتكم بالعلامة الكاملة في مباراة المجموعة بالفوز على فويفودينا وكرواتيا زاغرب وسيلجي البوسني بارشلونة بيستعد للمشارقة في دوري أبطال أوروبا اللي هيكون مجموعته بتضم مجموعة نارية بتضم ماجد بيرج الألماني حامل اللقب البطولة والعملاق المجري فيسبريم اللي بيمثله محترفنا المصري يحياد در مومبليي الفرنسي وجوج الدنماركي وتسلا بلوك البولندي بورتو البرتغالي وتسيلجي السيلوفيني النادي الأهلي عنده مباريات بطولة دوري المحترفين اللي بيستعد ليها اللي هتبدأ في 1 سبتمبر بمبارات الظهور على صالة الأمير عبدالله الفيصل بالنادي الأهلي موسم طويل بينتظر لعبي النادي الأهلي وجهازهم الفني بقيادة الأسباني ديفيد ديفيد هيشارك النادي الأهلي على مدار الموسم في سبع بطولات جدول مضخم بالبطولات بطولة السوبر الأفريكي وبطولة أفريكيا للأندايا أبطال الدوري وبطولة السوبر جلوب اللي بيشارك فيها النادي الأهلي بصفته بطل السوبر الأفريكي وبطولة السوبر المصري اللي هتقام في صالة الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة يوم 9 ديسمبر ما بين النادي الأهلي بطل الدوري المصري وبطل كأس مصر ونادي الزمالك وصيف الدوري وصيف كأس مصر هيشارك النادي الأهلي أيضا في بطولة أفريكيا للأندايا أبطال الدوري بالإضافة إلى البطولات المحلية دوري المحترفين المصري وكأس مصر اكتمل عقد ممثلي بطولة السوبر جلوب لهذا الموسم اللي هتقام بمدينة الدمام بالسعودية النادي الأهلي بطل السوبر الأفريكي مكت بورج الألماني بطل أوروبا كيلسي البولندي وصيف أوروبا فوكس برلين بطل الدوري الأوروبي برشلونة الأسباني اللي أمام حضراتكم اللي هيشارك في بطولة السوبر جلوب بدعوة خاصة من الاتحاد الأفريكي النجمة البحريني بطل أسيا النور والخليج السعوديين بطلاء الدوري ووصيف الدوري السعودي فريق سام فرانسيسكو بطل أمريكا الشمالية سام فرناندو بطل أمريكا الجنوبية تايجرز بطل أسبانيا يتبقى بطل البطولة العربية اللي بتقام بالفعل على أراضي المملكة العربية السعودية وبيشارك فيها الزمالك من مصر سام فريق بطل أمريكا الشمالي سام فريق بطل أمريكا الشمالي سام فريق بارشلونة النادي الأهلي بعد العودة من البوسنة في مباريات دوري المحترفين فريق بارشلونة الموسم اللي انتهى 22-23 كان بطل الدوري الأسباني بفارق كبير عن أقرب ملاحقي بفارق 18 نقطة لعب فريق بارشلونة 30 مباراة في الدوري قدر يفوز بجميع المباريات ما تعدلش أي مباراة ولا خسر أي مباراة أحرز 1187 هدف على مدار الموسم دخل شباكو 804 هدف بفارق 383 هدف ودي تشكيلة النادي الأهلي بطل مصر وبطل أفريقيا أمام حضراتكو محصر رمضان إسلام راضي إسلام راضي لاعب الناشئ موليد 2002 الشقيق الأصغر لأحمد راضي لاعب النادي الأهلي السينتر هاف العائد من الأعارة من فريق سبورتنج والغائب عن المشاركة في الدورة للإصابة على مستوى رست اليد اللي أجرع عملية جراحية من زيومين بنتمناله الشفاء موهبة كبيرة اللي أبا أحمد راضي آدي عبد العزيز إيهاب وآدي صخرة الدفاع العالمي إبراهيم المصري المصنف من أحسن مدافعين على مستوى العالم وفقاً لمشاركاته وأرقامه في بطولات العالم مع النادي الأهلي ومنتخب مصر كابتانه سنقول كابتانه لإبراهيم المصري لاعب النادي الأهلي مشروع كبير بيقوم به النادي الأهلي وبيقوم به مجلس إدارة النادي الأهلي مع إدارة النشاط الرياضي بقيادة المهندس خالد العودي ابن كورتلياد المصرية وابن كورتلياد الأهلوية فريق كبير بيعدوا النادي الأهلي من الناشئين والمطاعم بالخبرات زي ما حضراتكم شايفين بإبراهيم المصري وأحمد خيري ولعبين أصحاب الخبرات فريق بيحاول النادي الأهلي يكون فريق يستطيع الحصول على جميع المباريات ودي عادة النادي الأهلي النادي الأهلي لا تأمن لا تأمن النادي الأهلي إلا مع صافرة الحكم وده اللي كنا هنقوله في مباراة مومبيلي آخر أربع دقايق كان النادي الأهلي متأخر بفارق ثلاث أهداف واستطاع لعب النادي الأهلي مع مديرهم الفني ديفيد ديفيس في الرجوع للمباراة والتعادل مع مومبيلي وبالتالي تصدر المجموعة بفارق الأهداف بعد أداء مباراة قوية المباراة الأخيرة أمام سلوجا البوسلي اللي قدر النادي الأهلي يفوز بفارق 24 هدف مسؤولية كبيرة بطوء على لعب النادي الأهلي وادي سيسا وادي سيسا وينجليفت النادي الأهلي المتعلق خلال هذه البطولة حقق النادي الأهلي الهدف من فترة إعداده اللي بدأها في 5 أغسطس في معسكر بسلوفينيا قدى النادي الأهلي مبارتين خلال المعسكر اللي أقيم في سلوفينيا خلال الفترة من 5 لـ 13 28-23 قدى مبارتين مع كركاء السلوفيني وقدر النادي الأهلي يفوز 33-26 فريق كركاء رابع الدوري السلوفيني المبارات التانية لعبها النادي الأهلي مع ترايمو السلوفيني ثم توجه إلى مدينة دوبوج بالبوسنى للمشاركة في دورة الأبطال الودية الدولية هذه الخطير دي كميم ودي حارس المارمة فريق قوي فريق بارشلونة عمليقة أوروبا ودي حارس المارمة نيلسن فريق قوي بغض النظر أعزائي المشاهدين عن ما سنشاهده خلال أحداث المباراة ولكن تحقق الهدف وتحققت الرؤية لمجلس إدارة النادي الأهلي وإدارة النشاط الرياضي والجهاز الإداري والفني للنادي الأهلي بالمشاركة في بطولة أو دورة زي دورة الأبطال الدولية اللي بيشارك فيها سبع فرق من أوروبا سبع فرق هم عمالقة أوروبا وسبع فرق هيشاركوا في دورة أبطال أوروبا هذا الموسم الفريق الوحيد اللي من خارج أوروبا اللي بيشارك في الدورة هو العملاق الأفريكي المصري بطل السوبر الأفريكي النادي الأهلي وادي أمام حضراتكم التعليمات الأخيرة لديفيد ديفيز المدير الفني الأسباني الساحر الأسباني النادي الأهلي بيضم صحرة أسبانيا على مستوى كرة اليد وعلى مستوى كرة السلة وأيضا بنتمنى التوفيق للمدير الفني الأسباني مستر فرناندو المدير الفني للفريق الأول للكرة الطايرة الماسترز الأبطال التاريخيين لبطلات أفريكيا وبطلات الدوري المصري وكأس مصر وكأس مصر بيضم النادي الأهلي ثلاث مديرين فنيين من أسبانيا الأسباني الساحر أوجوستي بوش المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة الحائز على أربع بطولات خلال الموسم المنقدي والصعود لبطولة الانتر كونتنينتل كل التوفيق لفريق كرة السلة وكل التوفيق لماسترز الكرة الطايرة والعودة لمنصة التتويج مرة أخرى مع الأسباني فرناندو نرجع أعزائي المشاهدين لمباراتنا المباراة التاريخية اللي ما بتتقررش كتير آخر مرة واجه النادي الأهلي فريق برشلونة كانت في 2015 في بطولة السوبر جلوب اللي حصل النادي الأهلي فيها على المركز الخامس بقيادة جنرال كرة اليد المصرية الكابتن طريق محروس نرجع للمباراة الهجمة مع برشلونة ودي الدفاع من النادي الأهلي هدف الهدف الأول بول فاليرا لعب برشلونة أحمد خيري محسن رمضان المتعلق خلال مباريات هذه الدورة في الحقيقة يا جماعة تعلق كبير للاعيب النادي الأهلي خلال مباريات الدورة اتطمننا على المستوى الفني والمستوى البدني لللاعبين خلال هذه الدورة رؤية ساقبة من القائمين على كرة اليد بالنادي الأهلي ودعم قوي تسقيط على الديرة الأحمد عادل الأحمد عادل الدبابة ولكن حارس المرمى جنزاله المتقلق جنزاله حارس مرمى عملاك ودي دي كميم دي كميم دي كميم الباكرايت العملاك دي كميم يحرز الهدف التاني لبارشلونة هجمة مع النادي الأهلي أحمد خايري بيغيب عن النادي الأهلي اليوم اللاعب سيف هاني فوكس وحارس المرمى العملاك أحسن حارس مرمى وهدف لأحمد عادل الدبابة أحمد هادل الهدف الأول للنادي الأهلي بيغيب عبد الرحمن حمايد وتسقيط على الديرة لللاعب رقم 82 لويس فريد لويس فريد 3-1 لبارشلونة الهجمة مع النادي الأهلي قائمة الغيابات النادي الأهلي اللي بتضم عبد الرحمن حمايد حارس المرمى العملاك أحسن حارس مرمى في بطولة العالم للناشئين أحمد أحمد راضي كسر في رست اليد ونتمنى لهم السلامة والعودة سريعا من العناصر المهمة ودي أسست رائع أسست رائع تطور كبير يا جماعة تطور كبير لحمد خيري السنتر هاف النادي الأهلي هذا الموسم مع بداية الموسم الناس ما تعرفش أن أحمد خيري على مدار الموسم الماضي كان بيلعب وهو عنده إصابة على مستوى الكتف وكان اللاعب مصمم أنه يلعب وده اللي كان واضح خلال المباريات على مدار نهاية الموسم يخرج عبد الرحمن طه ورمية سبع أمطار وانزار لمحصر رمضان انزار لمحصر رمضان دفاع من داخل منطقة الست أمطار رمية سبع أمطار رمية سبع أمطار هامبوس هامبوس يحرز الهدف الرابع لبرشلونة قادي ديفيد ديفز الأسباني ينزل نبيل شريف الوافد الجديد على قائمة النادي الأهلي هجمة هجمة برشلونة لاعب لاعب الدايرة لويس فريد مع إبراهيم المصري دفاع من داخل منطقة الست أمطار رمية سبع أمطار يلف بمحصر رمضان يلحق إبراهيم المصري لكن داخل منطقة الست أمطار سبع أمطار على التنفيذ اللاعب رقم خمستاشر هامبوس ومحمد إبراهيم ميحة يحرز الهدف رقم خمسة لبرشلونة خمسة اتنين لفريق برشلونة خمسة اتنين احمد خيري نبيل خيري احمد عادل احمد عادل عالدائرة ودفاع قوي دفاع قوي من لعبي برشلونة جونسان كريسبو لاشين نبيل نبيل واختراق لنبيل وتصدي تصدي ورمية مارمى برئيس جونزالو العملاق حارس المارمى العملاق برئيس جونزالو دي كميم دي كميم على الدايرة وهدف الهدف السادس لبرشلونة خطير 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 دي كميم بنيان جسماني قوي كل لعيب برشلونة بنيانها الجسماني قوي ابطال اوروبا ابطال الدور الاسباني مباراة تاريخية يا جماعة اجواء اوروبية داخل صالة السوبر نوفا بمدينة دوبوج البوسنية بتمتلق الصالة عن اخرها الساعة الكاملة تسقيط على الدايرة واحمد عادل احمد عادل احمد عادل وتصدي لحارس المارمة برئيس جونزالو يوقف حكم المباراة المباراة في عقوبة على احمد عادل استبعاد لمدة دقتين لاحمد عادل لعب الدايرة للنادي الاهلي كان بيطالب احمد عادل برامية سبع امطار حكم المباراة الماكدوني حكم المباراة الماكدوني ناشفيسكي تسقيط على الدايرة دفاع من ابراهيم المصري كاستيلو 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 هدف الهدف التالت الهدف التالت فاست بريك زي ما سمعنا حضراتكم في الاستوديو التحليلي دكتورنا دكتور فوزي فضالي اللي قال ان احنا لازم نلعب على كونتر أتاك فاست بريك السريع ماينفعش نقف ونلعب واحد على واحد مع القوة الجسمانية للعاب برشلونة انزار انزار للعاب برشلونة رقم خمستاشر هامبوس سيميليشن مع لاشين محمد سليمان لاشين باكرايت النادي الاهلي موليد الفين وواحد سبع دقايق واربعة وعشرين ثانية يتبقى على اكتمال النادي الاهلي دقيقة وست ثواني لاستبعاد احمد عادل بيلعب النادي الاهلي والمرمى خالي لتعويض النقص العددي نبيل شريف وتزديده من على خط التسعة وتصدي تصدي من جنزاله حارس المرمى المتعلق تصدي هجمة مرتدة دي كميم على الدائرة على الدائرة للويس فريد لعب الدائرة الخطير لويس فريد اللي يحرز الهدف السابع لبرشلونة العسباني سبعة تلاتة هجمة مع النادي الاهلي لاشين كستيلو اللاشين لخيري في السنتر هاف لاشين مرة تانية لنبيل شريف لعب النادي الاهلي هدف سبعة اربعة لاشين لاشين يحرز الهدف الرابع تسقيط على الدائرة ودفاع من ياسر تعدي تعدي للعب الدائرة لويس فريد احمد خيري تمانية اربعة وتزديدة وتصدي تروح لكستيلو لاشين هجمة تانية مع النادي الاهلي هجمة منظمة للنادي الاهلي يخرج ياسر سيف وينزل احمد عادل يكمل النادي الاهلي بعد استبعاد احمد عادل تمانية اربعة لبرشلونة خيري في سنتر هاف يوصل نبيل لمركز السنتر هاف تزديد مرة تانية من خيري يتصدى حارس المرمى جنزالو المتعلق تزديد او بلوك بلوك من اللاعب النادي الاهلي رقم 62 محمد مجدي الوافد الجديد من سموحة اللي قدم اوراية اعتماده في المماراة السابقة قبل السابقة امام مومبيليا هاجمة دي كميم الخطير الوينجليفت لعب الداية لويس فريد لدي كميم ل للتسقيط عالدايرة وتيجي في العرض وتصدي من عبد الرحمن طا احمد خيري هاجمة سريعة لاشين لاشين وخيري السست الاحمد عادل عالدايرة يلحقها خيري ورمية مارمة هاجمة سريعة لصالح برشلونة هاجمة سريعة لبرشلونة دفاع من كاستيلو عالدايرة واسست رائع للويس فريد السست للويس فريد تسعة اربعة تسعة اربعة لصالح برشلونة الاسباني عادي السست السست بشكل جمالي من الخطير دي كميم لعب برشلونة الاسباني عادي مستر ديفيد ديفيز وتفاهم كبير ما بين مستر ديفيد ديفيز و مساعده محمد إبراهيم و مدرب الحراس وينيو لوزرت السست رائع لأحمد عادل أحمد عادل من عالدايرة يضيع أحمد عادل ودي دي كميم ودفاع من محمد مجدي محمد مجدي يوقف حكم المباراة المكدوني نيكولوفيس لاب المباراة عادي الجماهير وادي تشيرتات النادي الأهلي اللي بتزهر في مدرجات سوبر نوفا لفتة جميلة ولفتة طيبة من لعب النادي الأهلي قبل بداية مباراة مومبلييه بتوزيع تشيرتات النادي الأهلي على الجماهير على بعض الجماهير بالمدرجات اللي بنشوف النهاردة بتزهر تشيرتات النادي الأهلي تزديدة تزديدة صاروخية من جوناثان كريسبو جوناثان كريسبو محمد مجدي أحمد خيري وسيميليشن سيميليشن أو من اللاعب بتروس اللاعب رقم 22 نفس المعيار من حكم المباراة اللي استبعد أحمد عادل دقتين استبعد أيضا اللاعب رقم 22 من برشلونا بتروس طاكم تحكيم مكدوني طاكم محايد لاشين أحمد مصطفى خيري محمد لاشين لمجدي وتزديد من مجدي اختراك وتعاكس الكورة مخالفة على محمد مجدي دي كميم بيضم برشلونا ثلاث لعبين من فرنسا أربعة من دنمارك مسل برشلونا من اللاعبين المصريين المحترف المصري ابن النادي الأهلي علي زين هجمة مع برشلونا دي كميم الخطير واختراك وهدف هدف دي كميم هدف دي كميم العملاك 11 أربعة لبرشلونا 11 أربعة لبرشلونا الأسباني مباراة نهائي دورة الأبطال الدولية في نسختها رقم 54 اللي بتقام على صالة السوبر نوفا بمدينة دوبوج البوسنية ينزل فيصل وأسست الياسر أسست الياسر ياسر سيف الدين لاعب النادي الأهلي موليد 2000 أحد عناصر المنتخب المصري موليد 2000 اللي حصل على بطولة العالم بمكدونيا فرقة النادي الأهلي بتضم لاعبين صغار السن كانت تنقصهم الخبرة ولكن الرؤية الثاقبة للنادي الأهلي في المشاركة في بطولات قوية مع أعتى عنديت أوروبا والاحتكاك القوي لتكوين فريق يستطيع هدف هدف جميل هدف جميل من اللاعب هامبوس الوينجليفت يخرج عبد الرحمن طه وينزل محمد إبراهيم حارس المرمى رقم 97 ميحة 12-5 لبرشلونة برشلونة العملاق الأوروبي الأسباني بطل أوروبا بطل الدور الأسباني في 30 مناسبة لاشين ومحاولة اختراق وأحمد خيري للاشين تزديد بلوك بلوك من اللاعب رقم 9 جونسان كريزبو هجمة مرتدة فاست بريك يحرز الهدف جميز آليكس جميز آليكس جميز 13-5 لبرشلونة الأسباني أحمد خيري سيسا سيسا في الوينجليفت ويحرز سيسا الهدف السادس متعلق سيسا الحقيقة يا جماعة جميع لعاب النادي الأهلي متعلقين خلال هذه الدورة هجمة مرتدة تانية للنادي الأهلي 13-7 كاستيلو عمر خالد حسنين كاستيلو موليد تمانية موليد تمانية وتسعين رمية سبعة مطار على لاشين مع العملاك لويس فريد لاعب الدايرة استبعاد استبعاد لمدة دقتين ل عمر خالد كاستيلو دفاع قوي من كاستيلو استبعاد مش لكاستيلو الاستبعاد ل لاشين يحرز هامبوس الهدف رقم 14 ل بارشلونة هجمة مع النادي الأهلي فيصل عبد الرحمن فيصل عادي حارس المرمى العملاك جنزالو فيصل في مركز السنترهاف سيسا لأحمد خيري أحمد خيري لمحسر رمضان فيصل وتزديد وتصدي من جنزالو المتعلق المتعلق سبب سبب تقدم بارشلونة بفارق السبع أهداف حتى الآن تعلق غير عادي من حارس المرمى برئيس جنزالو الأسباني هجمة لعبي بارشلونة بسرعة دفاع ستة صف أجسام قوية أجسام لعبي بارشلونة دفاع قوي ستة صف أحمد خيري أحمد خيري لفيصل لمحسر رمضان لأحمد خيري مرة تانية محاولة اختراق وسيسا سيسا أحمد هشام سيسا سيسا وينجليفت النادي العهلي المتقلق يحرز الهدف رقم تمانية دي كاميم دي كاميم ساروخية من دي كاميم يا جماعة ساروخية لعب خطير بنيان قوي أشول اللاعب الأشول البكرايد دي كاميم لعب بارشلونة الأسباني يطلع يحرز الهدف رقم خمستاشر تزديدة قوية من على خط التسعة ترجع الهجمة تاني مع النادي الأهلي أحمد خيري عبد الرحمن فيصل لخيري لمحسن رمضان لخيري مرة تانية اللي بيحاول ينزل عالدايرة لياسر لكن دفاع قوي من اللاعب خفير رودريجو رقم تسعة وتسعين وبيتروس رقم اتنين وعشرين أحمد خيري تسعين على الدايرة ياسر ياسر وتصدي تصدي ناجح تصدي ناجح من بريس جنزال وقال متقلق رجل المباراة رجل المباراة في الفرقتين حتى الآن رمية مرمة لا رمية جانب يوقف الحكم المكدوني ناشفيسكي المباراة ودي ياسر سيف على الدايرة ياسر سيف على الدايرة وتقلق من جنزال حارس المرمة اللي تصدي لأكتر من كرة من على الدايرة بانفراد صريح من أحمد عادل ودي الانفراد التاني من ياسر سيف ضيعنا كتير يا جماعة فرق سبع أهداف خمستاشر تمانية لصالح برشلونة الأسباني برشلونة الأسباني بطل الأوروبا بطل الدور الأسباني والنادي الأهلي بطل أفريقيا بطل السوبر الأفريكي ممثل أفريقيا في السوبر جلوب كأس العالم للأندية بطل الدور المصري وكأس مصر دي كميم دي كميم رقم عشرة على العملاق يحرز الهدف رقم ستاشر لصالح برشلونة تسقيط على الدايرة الياسر ودفاع قوي دفاع قوي بنيانهم قوي لعبي برشلونة اللاعب رقم تسعين خفير رودريجو واتنين وعشرين بيتروس بصة جماعة الدفاع دفاع قوي دفاع قوي لللاعب رقم تسع جوناثان كريسبو ينزل اللاعب رقم تسعتاشر تيموثي ويخرج دي كميم وينزل وينزل هامبوس هجمة للنادي الاهلي دفاع قوي من برشلونة أحمد خيري أحمد خيري ومحاولة اختراك ورامي حرة رامي التسع أمطار لصالح النادي الاهلي ستاشر تمانية أحمد خيري اللي بنشاهد تطور كبير في مستوى تسقيطه وأسست أسست رائع من أحمد خيري ليسر سيف يسر سيف لعب الدايرة للنادي الاهلي يسر محمد سيف الدين موليد ألفين أحد عناصر منتخب مصر الحائز على بطولة العالم البطولات دي يا جماعة اللي بتفرز لنا لاعبين أقوية زي ما شوفنا منتخب مصر موليد ألفين واربعة اللي حصل على المركز الرابع في بطولة العالم اللي أقيمت مؤخرا في كرواتيا وحصول اللاعب بلال إبراهيم لاعب النادي الاهلي موليد ألفين واربعة على أحسن وينجليفت على مستوى العالم لاعب النادي الأهلي واستبعاد دقتين لعبد الرحمن فصل دفاع قوي دفاع عنيف يلعب النادي الأهلي ناقص لاعب خمس لاعبين ضد ست لاعبين لبرشلونة تسقيط على الدايرة للاعب الدايرة رقم تسعة وتسعين خفير رودريجو خفير رودريجو سبعتاشر تسعة سبعتاشر تسعة البرشلونة كاستيلو كاستيلو لمحصر رمضان محصر رمضان لخيري ينزل الوافد الجديد محمد مجدي نبيل شريف عفوا وتدخل عنيف من خفير رودريجو قادي محمد مجدي يا جماعة قادي نبيل شريف عفوا لاعب رقم اتنين الوافد الجديد من نادي الشمس اللي قدم أوراق اعتماده خلال مباريات هذه الدورة محصر رمضان محصر رمضان وتزديد وهدف لمحصر رمضان وادي سنتارة سريعة يلحقها يلحقها ياسر سيف ومحمد إبراهيم يخرج محمد إبراهيم وينزل سيسا لتعويض النقص العددي في النادي الأهلي طقف المباراة أدي محصر رمضان يلحق الكورة ياسر سيف ويلحقها وراء محمد إبراهيم أدي لاعب النادي الأهلي رقم اتنين نبيل شريف محصر رمضان أحمد خيري لنبيل في الباكليف سنتر هاف أحمد خيري باكرايت محصر رمضان في الوينجليفت سيسا عالدائرة ياسر سيف ويأت التسقيط عالدائرة ما يمسكهاش ما يلحقهاش ياسر سيف يخرج أحمد خيري وينزل الصخرة إبراهيم المصري كابتانه النادي الأهلي ودي تزديدة قوية من ريتشاردسون ميلفن ميلفن ريتشاردسون اللاعب رقم 66 الباكرايت لعبي برشلونة جميع اللاعبين على مستوى عالي أحمد خيري عبد الرحمان فيصل يكتمل صفوف النادي الأهلي بنزول عبد الرحمان فيصل يكمل النادي الأهلي بعد الاستبعاد دقتين أحمد خيري اختراك محسن رمضان محسن رمضان ودفاع قوي دفاع متقدم من لعبي برشلونة بيقوله بيقوله محسن رمضان الديني أروح أجون خيري وفيصل وبلوك وتصدي من جنزالو المتعلق رجل المباراة رجل المباراة بريس جنزالو حارس مارما برشلونة ودي اختراك وتصدي من محمد إبراهيم حارس مارما النادي الأهلي برافو يا ميحا ميحا محمد إبراهيم ميحا حارس مارما النادي الأهلي محسن رمضان أحمد خيري تسقيط عالدائرة وتيرن أوفر يلحقها الرعب رقم 19 تيموني تيموثي وهجمة يوقف النادي الأهلي الفاست بريك هجمة منظمة هجمة منظمة لبرشلونة تيموثي ودي المدير الفني المخادرم كارلوس أورتيجا بول فاليرا بول فاليرا في السنتر هاف للعب رقم 66 ريتشاردسون ميلفن ميلفن الأشول تسقيط عالدائرة لخفير رودريجو اللي بيحرز الهدف رقم 19 19 عشرة لبرشلونة هدوء نسبي في مستوى لعاب النادي الأهلي لكن بيقدي لعاب النادي الأهلي أمام العملاق الأسباني العملاق الأوروبي بطل أوروبا برشلونة الأسباني 19 عشرة أحمد خايري عبد الرحمة محصر رمضان وتصدي تصدي من حارس المارمة جنزالو تصديدة قوية ساروخية ساروخية من ريتشاردسون ميلفن ريتشاردسون ميلفن اللي بيحرز الهدف من على العشرة متر بيشوت من على العشرة متر إيده قوية جدا عشرين عشرة لصالح برشلونة الأسباني نهائي بطولة دورة الأبطال الدولية رقم 54 اللي بتقام و كاستيلو ودايس دايس كاستيلو على خط منطقة الست أمتار بيحمل النادي الأهلي لقب هذه الدورة وبيلعب نهائي البطولة للموسم للمعام التاني عالتوالي تصدي من محمد إبراهيم تعلق من محمد إبراهيم هجمة مرتدة للنادي الأهلي وأسست يلحقها اللاعب رقم 40 منويل أورتيجا 26 دقيقة أعزائي المشاهدين 26 دقيقة وخمس ثواني عشرين عشرة لصالح برشلونة الأسباني نهائي دورة الأبطال الدولية الودية الدولية ما بين بطل السوبر الأفريقي النادي الأهلي وبطل أوروبا وبطل الدوري المصري ستيل من محصر رمضان يقطعها محصر رمضان هجمة مرتدة للنادي الأهلي ينزل إسلام رادي في الوينجليفت اختراق من اختراق من عبد الرحمن فصل وينجليفت باكليفت النادي الأهلي رمية ياسر سيف عبد الرحمن فصل في السنتر هاف إسلام رادي إسلام رادي عبد الرحمن فصل تسديدة قوية يتصد جنزال المتقلق راجل المباراة على مستوى الفريقين ودي تسديدة قوية للعب رقم 19 تيموسي لاعب برشلونة 21 10 إسلام رادي محسن رمضان كستيلو عادل عدد يخرب ياسر سيف بيوزع بيوزع بيعمل البراب لكن مستر ديفيد ديفيز بيحاول يوصل لأقصى استفادة من بغض النظر عن نتيجة المباراة بيشارك جميع اللاعبين لاكتساب الخبرات ولتحقيق الهدف في سولوفينيا بيكتساب بيكتسابها اللاعبي النادي الاهلي وزي ما شفنا حضراتكم في الاستوديو التحليلي قبل المباراة اتكلم الكابتن محمد عبدالله ان دورة الابطال الدولية اللي بيشارك فيها النادي الاهلي واللي بتشاهده حضراتكم النهائي على الهواء مباشرة البطولة دي او السوبر جلوب فيها سبع فرق من اوروبا من اقوى واعتى الفرق الاوروبية بالاضافة للفريق الوحيد من خارج اوروبا وهدف هدف جميل جميل السست رائع لمحصر رمضان من اللاعب عبدالرحمان فيصل لاعب النادي الاهلي الباكليف من الباكليفت للباكرايت اللي قطع على الدائرة وكرة هوائية يعلق هالو عبدالرحمان فيصل لمحصر رمضان يحرز الهدف رقم 11 هجم البرشلونة تسقيط على الدائرة ولو خفير رودريجو يخرج محمد إبراهيم يحط هالو خفير رودريجو الخطير لاعب الدايرة الخطير خفير رودريجو اللي بيحرز الهدف رقم 23 23 11 اسلام رادي اسلام رادي ليه محصر رمضان وساروخية ساروخية للمتعلق المطرقة محصر رمضان باكرايت النادي الاهلي احد عناصر منتخب مصر موليد 98 الحاصل على برونزية العالم مع مديرهم الفني الجنرال طارق محروس تايم اوت يطلبه المدير الفني كارلوس ارتيجا هنشوف مستر كارلوس ارتيجا هيقول ايه للعبي على الجانب الاخر مستر ديفيد ديفيز اللي بيدي تعليماته للعبي النادي الاهلي ودي احمد عادل اللي مش موفق النهاردة لكن بندعم جميع لعبينا وبندعم فريقنا ادي محسن رمضان وادي حارس المرمى بيريس جنزالو حارس المرمى المتقلق نسبة تصدي تتعدى الخمسين في المية ودي عبدالعزيز اهاب زيزو على يسارو الوينج رايت عمر سامي ودي جدو الناشئ موليد الفين واثنين ودي التاكتك اللي بتعمل تدخل من سيسا ينتهي اعزائي المشاهدين احداث الشوت الاول ما بين النادي الاهلي والعمراق الكتالوني بارشلونا نهائي بطولة دورة الابطال الدولية من صالة سوبر نوفا بمدينة دوبوج البوسنية شكرا اعزائي المشاهدين نتابعكم مرة تانية مع احداث الشوت التاني ننتقل الآن اعزائي المشاهدين مع الاستوديو التحليلي والكابتن هيسم السعيد ومحللين الكابتن محمد عبدالله والدكتور فوزي فضالي شكرا اعزائي المشاهدين ونلقاكم مجددا مع احداث الشوت الثاني اعزائي المشاهدين اعزائي المشاهدين اعزائي المشاهدين والدكتور كماهير النادي الأهلي العظيمة في كل مكان مرة تانية مع حضراتكم لنقل أحداث الشوت التاني من مباراة كرة اليد ما بين النادي الأهلي بطل السوبر الأفريكي والعملاق الكتالوني برشلونة في نهاي بطولة دورة الأبطال الودية الدولية في نسختها رقم 54 اللي بتقام في مدينة دوبوج البوسنية بصالة السوبر نوفا اللي بتمتلع عن آخرها اليوم في أجواء أوروبية في نهاي الدورة اللي بيحمل لقابها النادي الأهلي وادي فاست بريك بحسن رمضان السيست من إبراهيم المصري دفاع قوي وبداية قوية هنشوف من النادي الأهلي انتهت أحداث الشوت الأول بتقدم برشلونة بفارق 11 هدف 23-13 شاهدت أحداث الشوت الأول تقلق كبير من حارس المرمة جنزالو بريس جنزالو وادي هجمة مرتدة تانية وتصدي من عبد الرحمن طاعة وادي تزديدة من لاعب النادي الأهلي رقم 62 محمد مجدي الوافد الجديد من صفوف نادي سموحة ينزل عبد العزيز إهاب زيزو في الوينجليف أحمد خيري اللي بيدافع في مركز واحد ونزل إبراهيم المصري محسن رمضان والمشاركة الأولى خلال المباراة للوينج رايت وينج رايت النادي الأهلي عمر سامي ده حروج هادي دي كميم الخطير اللي رياحه مستر كارلوس أورتيجا آخر 15 دقيقة أو 20-10 دقايق في الشوت التاني رقمية 7 أمتار على إبراهيم المصري دفاع من داخل منطقة الستة أمتار على التزديد اللاعب الخطير هامبوس رقم 15 عبد الرحمن طاعة ويحرز الهدف رقم 24 24-14 لبرشلونة الأسباني زي ما قلنا لحضراتكم في بداية المباراة يلعب الموسم الماضي على مدار الموسم بإصابة على مستوى الكتف وكان اللاعب ودي هدف 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 رقم 11 جيمي جاليجو جيمي جاليجو جيمي جاليجو لاعب الدايرة اللاعب رقم واحد واثنين وتلاتة في فرقة برشلونة في كل مركز نفس المستوى نفس المستوى يا جماعة باللاعب فريق كبير بغض النظر عن نتيجة المباراة ولكن احتكاك قوي وخبرات كبيرة ودي تزديدة صاروخية من المطرقة محصر رمضان المطرقة محصر رمضان وينج رايت باك رايت النادي الأهلي يحرز الهدف رقم 16 فارع 9 أهداف دي كميم تتقطع من محمد مجدي فاست بريك زيزو 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 لمحصر رمضان يقطعها يقطعها اللاعب العملاك اللاعب برشلونة اللاعب راكم 27 37 هانييل هاجمة مع برشلونة دي كميم الخطير دي كميم وتزديدة هدف 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 لللاعب هدف لللاعب رقم 37 هانييل رمية 7 أمطار لأحمد خيري المتعلق أحمد خيري صاحب الأسستات الرائعة للعب الدائرة لكن غير موفقين لعب الدائرة اليوم أحمد عادل وياسر سيف اللي ضيعوا أكتر من كرة من على الدائرة هدي إسلام رادي إسلام رادي وحارس المرمى نيلسن يحرز إسلام رادي لعب النادي الأهلي الناشئ موليد 2002 أحد عناصر منتخب مصر موليد 2002 اللي شارك في كأس العالم الأخيرة لعبي منتخب ألفين اللي مروا بكبوة في بطولة العالم الأخيرة لكن كلنا ثقة في هذا الجيل من اللاعبين وهننتظر نشوف لعيبة كتير من هذا الجيل مع فرقها في فرق الدرجة الأولى هدف لحمة خير المتقلق 26-18 بيبدأ النادي الأهلي الشوت الثاني كعادته بمستوى مغاير عن الشوت الأولاني صحوة اللاعب النادي الأهلي دفاع خمسة واحد زيزو زيزو دفاع من أحمد من عبد العزيز إهاب عشور زيزو ودفاع على الدائرة من إبراهيم المصري ومحمد مجدي دفاع قوي صخرة صخرة الدفاع إبراهيم المصري دي كميم وتصدي ورقمية سبع أمطار رقمية سبع أمطار لللاعب الخطير دي كميم من محمد مجدي عبد الرحمن طاها في المرمى على التسديد لاعب بارشلونة اللاعب رقم خمستاشر هامبوس متخصص الرميات الجزائية ستة وعشرين تمنتاشر يلا يطاها يلا يطاها نقرب المباراة يلا يطاها ويحطاها هامبوس متخصص هامبوس وين هامبوس هامبوس سبعة وعشرين تمنتاشر زيزو لمجدي للمتقلق في السنتر هاف أحمد خيري عالدايرة الدبابة أحمد عادل ينزل لاشين لخيري للاشين مرة تانية واختراك باللاشين وتزديد ودخول جوه منطقة الست أمتار حارس المرمى نيلسن ودي كميم يا جماعة دي كميم الراجل ده ما فيش كورة بيطلع بيها إلا وبيحرزها هدف خطير خطير اللاعب دي كميم اللاعب رقم عشرة الأشول الباكرايت هجمة مع النادي الأهلي فارق عشر أهداف لصالح العملاق الكتالوني زعيم أوروبا بطل أوروبا برشلونة الأسباني في مواجهة بطل أفريقيا وأكثر الأندية المصرية حصولا على بطولة الدوري النادي الأهلي إصابة إصابة للاعب برشلونة الأسباني اللاعب رقم حداشر جيمي جاليجو مع أحمد خيري رامية حرة من على منطقة التسع أمطار لصالح النادي الأهلي واستبعاد لمدة دقتين حكم المباراة المكدوني نيكولوف سلاف يستبعد اللاعب جيمي لاعب برشلونة لمدة دقتين هيلعب برشلونة بخمس لعبين ودي تيرن أوفر تيرن أوفر من محمد مجدي لاعب النادي الأهلي نستغل يا جماعة النقص العددي يخرج حارس المرمى يخرج حارس المرمى نيلسن لتعويض النقص العددي الفريق برشلونة مرمى برشلونة خالي تمانية وعشرين تمنتاشر دي كمين بيدافع النادي الأهلي دفاع خمسة واحد بيدافع فوق واحد فوق زيزو تصدي ناجح من عبد الرحمن طه من المهاجم لويس فريد اللي أحرز أكثر من هدف على مدار الشوت الأول قادي عبد الرحمن طه وزيزو وتصدي وتيجي الطرد استبعاد لمدة دقتين على زيزو مع حارس المرمى نيلسن دي يا جماعة من تعدلات قانون كورت الياد تعدلات الدولية إن أي لاعب بيسدد الكرة وتيجي في وجه الخص أو المنافس على الفور دقتين استبعاد لمدة دقتين قصد أو مش قصدها إذا كان اللاعب يقصد أو ما يقصدش تستدعي عقوبة واستبعاد لمدة دقتين الفريقين بيلعبوا نقصين لاعب وهدي مستر ديفيد ديفز وتعليماته لابراهيم المصري ومحمد مجدي خمس لعبين قصد خمس لعبين هادي الخطير دي كميم متصدي من طاها برافو يا طاها برافو يا طاها عبد الرحمن طاها حارس مرمى النادي الأهلي أحمد خيري ليه لاشين تيرن أوفر من لاشين دي كميم ومرمى النادي الأهلي كان خالي استغل دي كميم خطأ من لعب النادي الأهلي يخرج تاني عبد الرحمن طاها تسعة وعشرين تمنتاشر مباراة تاريخية قلمة تتكرر مباريات النادي الأهلي مع الفرق الأوروبية العملاقة برشلونة آخر مواجهة ما بين النادي الأهلي وما بين برشلونة كانت في بطولة كأس العالم للأندية في قطر عام 2015 واللي أدى فيها النادي الأهلي أداء قوي جدا انتهت المباراة بفوز برشلونة بفارق أربع أهداف عشرين ستاشر وحصل النادي الأهلي على خامس العالم استبعاد تاني لمدة دقتين على لاعب برشلونة إسلام رادي إسلام رادي ونيلسن ويسدد ويحرز إسلام رادي إسلام رادي الشقيق الأصغر لأحمد رادي إسلام رادي ده اسم الدلع مش اسمه اسمه الحقيقي رادي رادي أحمد رادي محمد رادي أحمد لاعب النادي الاهلي موليد 2002 من اللعيبة الموهوبين هو وشقيقه الأكبر أحمد رادي عائلة عائلة تغوص في كرة اليد شقيقتهم الصغرى اللعيبة رانا رادي باكليفت النادي الاهلي في فريق السيدات أدي دي كميم الخطير دي كميم بنيان قوي بيلعب في مركز السنتر هاف واختراك وتصدي من عبد الرحمن طه اختراك من اللاعب ريتشاردسون ميلفن ودي هجمة مرتدة وأسست راعي لإبراهيم المصري إبراهيم المصري بيحرز بيحرز إبراهيم المصري قلمه ومن النوادر أنك تشوف إبراهيم المصري بيكمل الهجمة وينزل على الدايرة ويحرز هدف تطور في مستوى إبراهيم المصري تطور على مستوى الهجوم دي من تعليمات ميستر ديفيد ديفيز أنه يكمل في الفاست بريك وينزل على الدايرة السست رائع من لاشين للمصري هجمة هجمة وتصدي رائع تصدي رائع تاني من تقلق من عبد الرحمن طه أحمد خيري محصر رمضان لخيري واختراك من خيري وتزديد ودفاع من اللاعب رقم ستة وستين ريتشاردسون ميلفن ودي التصدي من عبد الرحمن طه ينزل أحمد عادل على الدايرة يخرج عبد الرحمن فيصل يخرج عبد الرحمن فيصل ينزل اللاعب رقم اتنين نبيل شريف لاعب النادي الأهلي موليد ألفين وواحد الوافد الجديد من نادي الشمس إحدى صفقات المركاتو الصيفي للنادي الأهلي أحمد خيري محصر رمضان المطرقة محصر رمضان محصر رمضان تقلق غير عادي على مدار هذه الدورة للاعب النادي الأهلي محصر رمضان اللي بيعود غياب اللاعب مهاب سعيد للاحتراف الخارجي بنتطمن على مركز الباكرايت في وجود محصر رمضان ولشين تسقيطها على الدايرة للاعب الدايرة رقم 11 جيمي جاليجو من دي كميم ورمية 7 أمتار دفاع قوي داخل منطقة الـ 6 أمتار من محمد مجدي اللي خده اللاعب ريتشاردسون ودخل بيه جوة دايرة ودي المتخصص هامبوس في مواجهة محمد إبراهيم محمد إبراهيم محمد إبراهيم وإحرزها هامبوس تلاتين واحد وعشرين فارق تسع أهداف لصالح بارشلونة هجمة مع النادي الأهلي عبد الرحمن فيصل محصر رمضان فيصل أحمد خيري سيسا لخيري مرة تانية لمحصر رمضان وتزديدة تزديدة وتقلق زي ما قلنا يا جماعة الراجل مش بيكدبنا محصر رمضان بيرد علينا ودي تقلق من تقلق من عبد الرحمن طه ويلحقها تاني عبد الرحمن طه زي ما قلنا تقلق من محصر رمضان تلاتين اتنين وعشرين لصالح بارشلونة الأسباني مباراة قوية بيقديها لعبي النادي الأهلي على مستوى الدفاع والهجوم في الشوت التاني تركيز من لعبي النادي الأهلي لتقليل الفارق اللي بالفعل اتقلل الفارق هارد لك يا محصن تزديدة من محصر رمضان ضعيفة يتصدى ليها نيلسن تزديدة قوية ساروخية ساروخية من اللاعب رقم تسعة جونا سان كريسبو جونا سان كريسبو واحد وتلاتين اتنين وعشرين بارشلونة أحمد خيري محصر رمضان المتقلق محصر رمضان محصر رمضان مرة تانية من فيصل لخيري محصر رمضان ومحاولة اختراك وهدف هدف محصر رمضان محصر رمضان يا جماعة ودي هجمة سريعة تحول سريع فريق بارشلونة من أسرع الفرق على مستوى العالم في التحول من الدفاع للهجوم هاجمة مع بارشلونة جانيتش نلاعب رقم 18 جانيتش ليه دي كميم الخطير لرقم تسعة جونسان كريسبو ليه جانيتش دي كميم ودفاع خمسة واحد يلا يا سيسا خمسة واحد ليه وأحمد خيري أحمد خيري يقطع الكورة برجله مخالفة تستوجب استبعاد أحمد خيري لمدة دقتين هيلعب النادي الأهلي ناقص لاعب لمدة دقتين نظراً الاستبعاد أحمد خيري مخالفة قطع الكورة برجله قادي كابتن محمد إبراهيم المدرب العام للنادي الأهلي أحد أحد عناصر الجيل الزهبي للنادي الأهلي الحاصل على بطولة أفريقيا أبطال الكؤوس ووادي تعلق تعلق من عبد الرحمن طه تعلق من عبد الرحمن طه خلال الشيط التالي زي ما قلنا حضراتكم كابتن محمد إبراهيم المدرب العام أحد عناصر الجيل الزهبي للنادي الأهلي اللي حصل على بطولة أفريقيا أبطال الكاس وبطولة أفريقيا أبطال الدوري والدوري المصري والسوبر الأفريقي مع الراحل العظيم الكابتن عاصب حمد المدير الفني السابق للنادي الأهلي ودي رميت سبع أمطار لصالح النادي الأهلي ليه وينجليفت النادي الأهلي المتقلق أحمد يشام سيسا قادي سيسا بيقطع عالدايرة يستلم عالدايرة سبع أمطار لصالح النادي الأهلي كاستيلو 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 ويسدد ويسدد كاستيلو كاستيلو يحرز الهدف رقم 24 31-24 فرق سبع أهداف فرق سبع أهداف لصالح برشلونة مع أحداث الشوت الثاني ودي تزديدة ثاروخية من على حدود التسع أمطار للاعب برشلونة اللاعب رقم 4 عفوا اللاعب رقم 40 منويل أورتيجا 32-24 لصالح برشلونة إسلام رادي في مركز السنترهاف عبد الرحمن في إسل يعتع سيسة على الدائرة وأحمد عادل على الدائرة المتقلق محسن رمضان ودي فيصل اللي بيعدي بيعدي فيصل مروحها ويعدي فيصل ويحرز الهدف رقم 25 هذه دي كميم ويقطعها فيصل ستيل من فيصل وهجمة مرتدة سريعة من سيسة يقطعها اللاعب رقم 79 اللاعب رقم 99 خفير رودريجو هجمة تاني مع برشلونة 32-25 نهائي بطولة دورة الأبطال الدولية الودية بصالة السوبر نوفا بمدينة دوبوج وتقلق تقلق غير عادي من عبد الرحمن طه تقلق غير عادي من عبد الرحمن طه ودي فيصل تسقيعة دايرة العمر سامي السيست رائع السيست رائع من عبد الرحمن فيصل المتقلق جميع اللاعب النادي الأهلي بيتقلقوا فاول عكس يا راجل فاول عكس زي ما قلنا يلا هجمة مرتدة يلا يا إسلام يلا يا إسلام يلا يا محسن محسن رمضان لفيصل 32-26 يقلص النادي الأهلي الفارق لست أهداف مع أحداث الشوت التاني مستوى مستوى تاني ومستوى مغاير عن مستوى الشوت الأولاني من جانب النادي الأهلي تدخلات مستر ديفيد ديفيز بتسمر عن تقليص الفارق ما بين البرشلونة والنادي الأهلي إلى ست أهداف إشارة لعب سلبي لعب سلبي إشارة لعب سلبي ورمي حرة الإسلام رادي بيقوله كان باصة فيصل وتزديدة من فيصل وتصدي من نيلسن تصدي من نيلسن مع تعديلات القانون الدولي لكورة اليد الحاكم لما بيرفع إشارة لعب سلبي كل فريق في حوزته أربع باصات كان الأول ست باصات مع تعديلات القانون أصبحت أربع باصات هجمة لبرشلونة ودفع خمسة واحد من النادي الأهلي مفتوح تنزل كورة أسست على الدايرة لللاعب لويس فريد رقم 82 52 دقيقة 44 ثانية 7 دقائق و 10 ثواني على نهاية المباراة نهاية بطولة دورة الأبطال الودية الدولية بكده أعزائي المشاهدين جماهير النادي الأهلي العظيمة في كل مكان بيتحقق الهدف من معسكر إعداد الفريق للموسم الجديد اللي هيشهد مشاركة النادي الأهلي في سبع بطولات من أقوى البطولات وكعادة النادي الأهلي مطالب بالفوز بأي بطولة يشارك فيها اتطمننا على المستوى الفني لجميع اللاعبين بنشكر مستر ديفيد ديفيز على رؤيته في المشاركة في هذه المباراة بنشكر مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب وبنشكر الكابتن خالد العاودي مدير النشاط الرياضي اللي بيدعمه اللي بيدعمه الفريق وبيدعمه مشاركة الفريق في أي معسكرات بيطلبها مستر ديفيد ديفيز على مدار الموسم بيدعمه مشاركة الفريق في أي بطولات بيشارك فيها وبيطلبها مستر ديفيد ديفيز موسم قوي بينتظر النادي الأهلي اتطمننا على مستوى اللاعبين وحققنا الهدف من معسكر الإعداد ومن فترة الإعداد اللي بدأت بمعسكر إعداد في سلوفينيا في الفترة من 13 إلى في الفترة من 5 عفوا إلى 13 أغسطس في سلوفينيا ثم دورة الأبطال الدولية اللي بيشارك فيها 8 فرق 7 فرق من أوروبا من أعتا وأقوى الفرق الأوروبية تزديدة قوية تزديدة قوية خداعة من اللاعب رقم 18 لاعب بارشلونا جانتش أو يانتش اللاعب يانتش اللاعب رقم 18 آدي المخضرم كارلوس أورتيجا المدير الفني لفريق بارشلونا الأسباني زي ما قلنا لحضراتكم محصر رمضان وإسلام إسلام راضي وتصدي رائع من نيلسن تصدي رائع من نيلسن وإه 35 27 بيعلن المزيع الداخلي داخل صالة السوبر نوفا آدي أدي حرس المرمى نيلسن حرس المرمى التاني حرساي مرمى على مستوى عالي وادي هدف لللاعب رقم 22 22 بيتروس بيتروس إسلام راضي 36 27 لصالح بارشلونا الأسباني إسلام راضي أدى النادي الأهلي على مدار الدورة أربع مباريات تصدر بيهم المجموعة الأولى لعب مع يورو فارم المكدوني في مباراة الابتتاح وتغلب على يورو فارم المكدوني 34 23 المباراة التانية تعادل مع العملاق الفرنسي مومبليا الحاصل على المركز الرابع أدي هجمة مرتدة جده 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 وتقلق من حارس المرمى الناشئ حارس المرمى الناشئ الحارس رقم 3 رقم 21 فليب ساريتش فليب ساريتش حارس المرمى التالت هجمة للنادي الأهلي وتزديدها قوية من على 10 متر لعبد الرحمن فيصل بتشهد المباراة المشاركة الأولى لللاعب محمود عبد العزيز جده اللاعب موليد 2002 لاعب النادي الأهلي لاعب قوي ولاعب مبشر صالة السوبر نوفا اللي بتمتلق عن آخرها هجمة ورمية جانب للنادي الأهلي إسلام راضي بيلعب العيب النادي الأهلي بسرعة لتقليص الفارق وتزديدها وتعلق لعبد الرحمن فيصل ستة وتلاتين تلاتين بيقلص الفارق لفارق ستة أهداف كنا بنقول أعزائي المشاهدين إن صالة السوبر نوفا ممتلقة عن آخرها الجمهور هو عصب الرياضة نتمنى نتمنى بداية الموسم الرياضي عشرين تلاتة وعشرين عشرين اربعة وعشرين إن تكون جميع المباريات في جميع الألعاب كرة القدم وألعاب الصلاة بالساعة الكاملة للجماهير اللي هيعود بالنفع على المستوى الفني لللعبين وهيعود بالنفع على المستوى المادي على جميع عناصر اللعبة وخصوصا الأندية اللي بتصرف كتير مرتبات لللعبين وعقود لللعبين كما شاهدنا بالأمس شاهدنا بالأمس في برنامج ملك وكتابة على قناة النادي الأهلي مع المتقلقين الأستاذ إبراهيم المنيسي والمهندس عدل القيعي شاهدنا الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي وهو بيتكلم عن جميع مدخلات اللعبة اللي هتحقق عواعد اقتصادية للأندية وعواعد اقتصادية للدولة انتهت عزاء المشاهدين المباراة بفوز برشلونة 31 27 وحصوله على 37 برشلونة 31 عفوا النادي الأهلي يحصل فريق برشلونة على المركز الأول لدورة الأبطال الدولية الودية رقم 54 كما يحصل النادي الأهلي في الموسم أو العام التاني ليه على التوالي في المشاركة في الدورة على المركز التاني يحرص يحصل فريق فيفودنا السربي على المركز التالت بعد الفوز برمايات السبع أمطار على مومبلييل فرنسي شكرا أعزائي المشاهدين جماهير النادي الأهلي العظيمة في كل مكان ساعدنا بكم على مدار اليوم بمباريات الدورة ونرجو أن نكون قد أسعدناكم ننتقل مرة أخرى إلى الستوديو التحليلي والكابتن هيسم السعيد والمتعلقين الدكتور فوزي فضالي والكابتن محمد عبدالله شكرا شكرا أعزائي المشاهدين شكرا جماهير النادي الأهلي العظيمة في كل مكان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر